افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون في نيويورك اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بحضور عدد كبير من زعماء دول العالم وافتتحت الجلسة بكلمة للأمين العام تطرق خلالها إلى أهم القضايا والأزمات الدولية المعاصر وما تفرضه من ضرورة بذل جهود دولية أقوى لحلها والقضاء عليها افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون وبحضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الجلسة الاتتاحية لاجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة الكويت في المناقشات العامة ستكون يوم 29 سيكون سمو الرئيس وطبعا أهمية هذه الدورة السبعين أنها ذكرى مرور سبعين عاما على إنشاء الأمم المتحدة فرح تكون فيه نقاشات مكثفة حول ما تحقق من إنجازات حول الإخفاقات التي حصلت خلال فترة السبعين وفيه مراجعة وتقييم لها القضايا هذه وشلون نعالج القصور ونحط خارط الطريق للأمم المتحدة للسنوات القادمة وناشد الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون في كلمة الافتتاح للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة جميع دول العالم إلى الاتحاد من أجل حل مختلف الأزمات وتقديم الدعم اللازم لمساعدة الشعوب المنكوبة في كل من العراق وجنوب السودان واليمن وسوريا افتتحت دوراتنا السبعين بإنجاز مدون تمثل في اعتماد خطة التلمية لعام 2030 والتي اجتملت على 17 هدفا مهما وهي أهداف التلمية المستدامة هدف واضح ومهمة ممكنة وقد وضعنا نصب أعيننا مصارا واضحا ألا وهو وضع حد للفقر المطقة بحلول العام 2030 وتوفير حياة قوامها السلام والكرامة للجميع والمهم الآن هو أن تترجم هذه الوعود إلى تغير ملموس على الأرض فنحن مدينون بهذا وبأكثر منه بكثير إلى المستضعفين والمطهضين والمهجرين والمنسيين في عالمنا وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع وزير خارجية جمهورية السودان البروفيسور إبراهيم غندور حيث ناقش الوزيران أتر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الانطلاق من تلك العلاقات إلى آفاق أرحب في كافة المجالات كذلك اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور إبراهيم الجعفري حيث أكد الشيخ صباح الخالد على حرس دولة الكويت على دعم الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه كما تم بحث سبل توطيض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك مع بداية المناقشات العامة للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تشارك بها دولة الكويت بوفد رفيع المستوى يترأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمض الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد زعماء دول العالم في كلماتهم على التزامهم بأهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين حياة الناس في مختلف أنحاء العالم من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز نيويورك ترجمة نانسي قنقر